يدور الحديث في الأوساط السياسية بشكل متكرر عن وجود حيتان للفساد تسببت بهدر كبير لأموال الدولة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تقدر بمئات مليارات الدولارات وعلى الرغم من تأكيد بعضهم وجود أدلة دامغة على حالات وصفقات فساد إلا أنهم غالبا ما يتجنبون ذكر الأسماء الصريحة للمتورطين وكان رئيس الوزراء مصفاء الكاظمي قد قال في تصريحات له مخاطبا المتورطين في قضايا الفساد أن عليهم إعادة ما أخذوه ولن تكون هناك أي مشاكل دون أن يتحدث عن أسماء المتورطين في تلك الملفات أصابع الاتهام تتجه خصوصا إلى فترة حكومة نوري المالكي الأولى والثانية بين 2006 و2014 والتي شهدت تغولا كبيرا في عملية إهدار المال العام ومستويات قياسية من المشاريع الوهمية وعمليات غسل الأموال الإصرار على عدم كشف أسماء الفاسدين يمكن أن يفهم على أكثر من جانب فقد يتعلق بوجود شبكات الفساد أو بسبب الخشية من الجهات التي تقف وراء السراقة وهذا مؤشر خطير جدا وبحسب المعلومات المتوافرة فأن جميع الحكومات المتعاقبة لم تقم بمحاسبة أي فاسد على الملأ إذ تقدر الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار بدوره يأكد مظر في لجنة النزاه الاتحادية وجود عدد كبير من ملفات الفسادة المتراكمة التي توجد بشأنها أدلة واضحة لكن يجري التحفظ على أسماء الفاسدين والمتهمين بالفساد في كثير من الأحيان استجابة لرغبات كتل سياسية متنفذة لا تريد الكشف عن الأسماء المتهمة بالفسادة ويقول المظر أن الأصرار على عدم ذكر أسماء الفاسدين بات عرف أن سارت عليه جميع الحكومات بما فيها الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي